أحكام الاستنجاء مقدمة أذكرها لكم ذكرتها سابقا بعضهم يقول لطلاب العلم أن الناس وصلت على القمر وأنتم بعدكم تقرأوا الاستنجاء ما علاقة الوصول على القمر بالاستنجاء لماذا نحن مكلفين لماذا اللي طالع على القمر يطالب بالاستنجاء أم لا يعني اللي طالع على القمر تسقط عنه الصلاة يعني ما دخل مثل أنا أقول لك مثلا يعني الناس وصلت على القمر وأنت لابس بنطلون أزرق ما علاقة البنطلون الأزرق بالوصول إلى القمر فهذا التفهم اللي بيسألوا حالوا فهمان أنه وراقي تمام يحاول أن يقطع هذا شيطان دفشه طبعا دفشه أنه أخي اقطع هؤلاء عن تعلم الحلال والحرام إذا طلعت على القمر أنت مطالب بالاستنجاء والصلاة وإذا انزلت على الأرض أنت مطالب بالاستنجاء والصلاة وإذا طلعت وين ما طلعت أنت مكلف من الله عز وجل تطبق هذه الأحكام فمو صحيح هذا الكلام أما هو بس بده يظهر أنه هو ما شاء الله إنسان متطور وإنسان حضاري يقول لك الإنسان طلع على القمر هو طبعا ما طلع على القمر قال له أنت لا طلعت إلى القمر ولا جلست معنا بس بتحكي شو الإنجاز اللي حققته أنت للإنسانية وللمسلمين ماذا قدمت ولا قدم شيء بس هو بده يتكلم فهذه أحكام شرعها الله ويكفي بها أهمية أن الذي شرعها حكيم جل جلاله والحكيم لا يأمر إلا بما فيه حكمة تمام فكل فترة بيطلع عنا واحد معقول لسا تكون عم تقرأوا شون ساوي طيب إن شون ساوي حتى ترضى عنا الله يخليني ياك نحن مو قصدنا نرضيك يا أخي نحن قصدنا أن تصح عبادتنا وأن نرضي الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر